اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موجودة في مصر مفخرة لمصر مفخرة للنادي الاهلي تعال نرى الجولة ونرجع نتكلم بعد كده عن الانجاز الكبير اشتركوا في القناة 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 ويحصل ده اشتركوا في القناة في القناة احسن من كده هو ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افريقية على حالة اشتركوا في القناة جزيلا جزيلا مواجهة شناوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستر كولر مستنى اشتركوا في القناة وغيابات جزيلا اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا 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 الحمد لله ربها. كابتان عادل عبد الرحمن. لا كابتان. لقد تضحك على مقيم. بسنا من قبلها من قبل ما نسأل ما شاء الله و بس. محضر كل حاجة. الدول لسه في المال. عادل بيبصت في دولة لسه في المال. كابتان عبد بنهايك. منوّرني كابتان. كابتان عبد الرحمن لله في الحكيم. من يا كابتان؟ لا كابتان عدل جميل. طيب تسريحته حلوة وكلام مؤمنين يلقوا. يقولي ايه القوة. دولة لسه في المال. طبعا. حسبياً دساً في المعرفة طبعاً كرة فيها كلها كرة على الميتلين كده بس أنا اللي أسف ما درستش حسابة كالفين كابتن علاء مباراة مهمة لنادي لقالي النهاردة نقدر نقول إنها مباراة تأمين للصدر إن شاء الله ولكنها مباراة صحيحة هي مباراة مسهلة أكيد طبعاً النهاردة في ظروف كده في مباراة أيمن تقلق مش قلق لكن في صعوبة في المباراة أنت النهاردة هدفك الأول والأخير الثلاث نقاط رقمياً عايز ثلاث نقاط النهاردة بغض النظر عن الأداء بغض النظر بص يا عيمان المباراة اللي فاتت ودي واللي جاي أنت بتدور على تأمين ثلاث نقاط عشان نبقى إن شاء الله لرب العالمين البطولة الأقرب لجمهيرك اللي بقى لسنتين بعيد ترجع تاني يبقى أنت خلص من بطولة بقى في شوية تدوء بفرحة الحمد للرب العالمين الحاجة التانية النهاردة بص المنافس بتاعك ترتيبه في الجدول الدوري وحش جداً 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 فمن هنا الصعوبة يعني مش من هنا الصعوبة على النادي الأهلي من هنا على صحوبة المطش إنه هو هيدور النهاردة أي حد ما كان عماد النحاس مننا إحنا كده إحنا الخمسة طوق النجاة بالنسبة له طوق النجاة حاجة وإنه هو مش عايز يخسر نهاردة حاجة تاني أهم حاجة يفكر فيها عماد النحاس النهاردة أنا مش عايز أخسر الثلاث نقاط هو طبعاً يعني برى الملعب حسبياً النسبة بعيدة يعني نسبة النادي الأهلي في المكسب أكيد دايماً الحمد لله هي الأكبر هي الأعلى لكن أدائك في الملعب هو اللي بقى دايماً الفايصل فيه آخر المباراة لكن مباراة صعبة جداً بالنسبة للطلاع الجيش جداً بالنسبة لك أكيد فيه كولر أكيد فيه حماس فيه ضغط على لعبة النادي الأهلي عشان حاجة واحدة بس تخلص مباراة النهاردة بثلاث نقاط في رصيدك يبقى الأمور بالنسبة لك الحمد لله شبه منتهي بلاش منتهي عشان يعني شبه منتهي ولكن انت قصدك أن موقف الجيش يصعب طبع الجيش هي صعب صعب جداً ما هي أيمن دايماً دايماً المنافس لو بلعبك لو عنده ارتاحية يبقى شبه منه معاقضة آه يعني حتى حتى يقولك أنه لو خسرت من النادي الأهلي ده النادي الأهلي صح لكن النهاردة مبدأ الخسارة عند أحمد النحاس هو بيحاول يتجنبه بأي طريق عشان كده النهاردة تلاقي صعوبة الموراة النهاردة تلاقي يمنيني الكلام فنياً هتلاقي برضو المساحات مقفولة كمية جارية كتير جداً هيحاول يؤدي أخصى حاجة النهاردة يعني دي موراة بالنسباله الأمل أنه هو يكسبها بعيد صح فبيحاول يأخذ منه أحصل حاجة النهاردة لكن لو موراة بالنسباله هو متفوق فيها لا يبقى طمعان فيها شوية وهي لعب طريق جميع عشان نقاط لكن هو حظه الوحش في الترتيب ده في التوقيت ده أنه هيلعب النادي الأهلي إلى جانب النادي الأهلي ما عندوش أي استعداد يفرط في نقطة صح يعني مش عشان أنه إحنا مضغوطين لا هو النادي الأهلي دائماً كده أنا بلاب على ثلاث نقاط في كل موراة بغض النظر العالميين منافس وترتيبه إيه وكل حاجة فالنهاردة زي بقولك موراة صعبة جداً جداً من نسبة طلاقة الجيش فبالتالي هيصعب عليك النهاردة لو أنت مخدتش الأمور بجدية ولعبت زي موراة الصابقة كده على الثلاث نقاط من بدري وتحسم الأمور من بدري صحيح كابتن وثامة بعد الفوز على أمبي للماتش اللي فات طبعاً في تفكيره دلوقتي البطولتين اللي موجودين اللي هم أقرب بطولتين بطولة الدوري وبطولة أفريقيا هو عايز يحسم البطولة مبكراً ولكن النهاردة بيصطدم بفريق موقفه صعب طلاق ع الجيش زي ما أنت قلت يا عيماً هو الأهلي يعني تقدر تقول أقرب بنسبة فوق 95% أن يحسم الدور الموقف واضح يعني فرق نقطة عن بيرامز أقرب بالمنافسين لي وفرق يعني لأهلي متبقيله خمس مباريات يعني بخمستاشر نقطة وبعدين أنت في الأمطار الأخيرة في الدوري فالأمور إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله هتبقى شبه محسومة للأهل ولكن طبيعة الحال سواء الأهلي بيلعب ماتش ودي ماتش رسمي ماتش محتاج فيه تلات نقط ماتش في بطولة حتى لو شرفية النادي الأهلي على طول مطالب بالمكسب بيحاول يكسب لأنه المكسب تملي بيخليك في المكانة اللي أنت وصلت لها من سنين وبتحافظ عليها صحيح المكاسب على طول وراء بعض بتديلك ثقة وجمهور خلاص بتعود على كده فبصرف النظر عن أهمية اللقاء للنادي الأهلي إنه عايز ياخد التلات نقط هو برضو بيلعب بطريقة شرفية لي لإسم النادي الأهلي هو بيحب يلعب أي مباراة يبقى كذبان فيها ثانيا اللعبة بتلعب إذا ابتدى بالناس الأساسيين فما عايزين يلعبوا ويكسبوا من بدر يراح نفسهم إذا حاول يغير أكيد في ناس عاوزة تثبت نفسها وعايزة تقدم نفسها للناس إنها تستحق إنها تكون أساسية أو أنا بتكلم بالنسبة لنادي الأهلي آه أنا بتكلم بالنسبة لطلاقة الجيش خلينا الأول بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للنادي الأهلي فيه غيابات النهاردة وبعضها مؤثر طبعا مش يعني إحنا نتكلم في الكور ولكن لو بسيت على خط النص حتشوف مثلا مروان عطية برا وحتشوف التالت اللي هو كان بيلعب في نص الملعب مع ديانج ومروان عطية حمدي فتحي هو كمان برا طيب الموجودين بتوع نص الملعب عندك محمد مجدي أفشا والقندوسي ده يديني على طول انطباع ان ميستر كولر النهاردة مش حيلو عطية 4-3-3 مجدي أفشا يبقى أقرب على طول 4-2-3-1 القندوسي أحيانا بيلعب مركز 8 بيلعب كثالت يعني لو لاعب بالسولايا وديانج ممكن القندوسي يلعب بس هو ما بيأدهاش لا ما هو مش طبيعته ما بيأدهاش هو بيلعب برضو رقم 10 فممكن يغير وإحنا قلنا دي هو ثبت على الشكل اللي هو 4-3-3 4-3-3 ولكن أحيانا لما يحصل الغيابات دي ممكن لو هيلعب أفشا أو القندوسي يلعبه تحت رأس الحربة لو هو في رقم 10 ويلعب بالسولايا وديانج ارتكاز ممكن يفكر في كده يعني ممكن يفكر في كده بس ممكن هل ممكن يفكر أنه يدفع بالاثنين أفشا والقندوسي مع بعض ولا بيأسهم لا هي بص في أوقات تانية هتبقى صعب يعني مش مش رجعي أقولك في ماتش الوداد يقدر يلعب بأفشا والقندوس أو ماتش مثلا لو سان داونز أو ماتش لو لو أي ماتش مثلا أنت كنت في منافسة رأس برأس في الدوري يعني مثلا مع منافسة تقريب الزمالك مثلا وفرق نقطة ما كانش هيلعب بهذا الأسلوب لكن ممكن في الوقت الحالي في الراحة اللي احنا فيها بالنسبة لتقدمنا في الدوري العام يقدر يعمل أي حاجة يعني يقدر يعمل أي حاجة حتى لو بيقعد ناس احنا قلنا أنه يقدر يعمل عنده أريحية أنه يقدر يجرب فممكن يعملها لو احنا زي موقفنا زي دلوقتي لكن لو في ظروف تانية لا صعب جدا يلعب بالاتنين مع بعض دي حاجة بالنسبة للجيش موقفه صعب جدا يمكن من هو بقاله كم سنة بيتحط في الموقف دي لكن بيطلع بيطلع فيها من بدر شوية النهار ده الجيش الفريق القبل الأخير يعني سبك من حرس الحدود حرس حدود تقريبا يعني هبط للدرجة التانية عند 16 نقطة بعيد قوي الجيش 26 نقطة واللي فوقيت داخلية 28 بس الجيش اللي ماتشين اللي بعدين بعد كده 31 هو غزل المحلة وقصوان البنك الأوسي رميق يعني فرق بين أقرب واحد للهبوط والجيش خمس نقطة خمس نقطة مش يعني مش نقطة ولا نقطتين واحنا في العد التنازلي بتاع الدول فعشان كده الماتش النهار ده بالنسبة له حياة وموت لو هو في مرحلة بيلعب فرق غير النادي الأهلي لا بديل إنه ياخد الثلاث نقطة لا بديل لأنه هو في الماتشين المتأجلين له عن الناس اللي فوقيه نفسه على الأقل ياخد الستة بونت ياخد الستة بونت أو على الأقل الارمعة بونت من ماتش الأهلي والزمالي صحيح لو تعادل مع الأهلي ماشي طبعا لأنه بيلعب النادي الأهلي بطل الافريقيا وبطل الدوري ولكنه بالنسبة له برضو هيبقى خسار لأنه لو تعادل النهار ده مع الأهلي وتعادل مع الزمالي أو خسر واحد فيهم وتعادل وخد بونت واحد هيوصل ل27 نقطة هيبقى أقرب واحد ممكن يوقعه قبله باربعة نقطة والدوري كله خلاص ناقص له خمس ماتشات بعد كده فالموقف بيصعب عليه عشان كده الماتش النهار ده مصيري 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 بالنسبة للجيش لكن حظه العسر إنه تقابل مع بطل الدوري اللي هو ما بيهزرش في الماتشات يعني الأهلي في أي وضع عايز يكسر فعشان كده الماتش هيبقى صعب لكن إن شاء الله النادي الأهلي تكون للغلب بإذن الله بإذن الله رب العالمين طيب نقول تشكيل النادي الأهلي النهار ده طبعا حضراتكم عارفين الغيابات الكتير اللي بيعاني منها النادي الأهلي والراحات اللي إداها مستر كولر اللي بعض اللعبي مصطفى شبير لإحراس المرمى خلال عمفتاح زهير أيمن حمد أشرف زهير أيصر وقلبي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولي سنائي خط الوسط الدفاعي عمر السلية أليو ديان ورباعي المقدمة محمد مجدي أفشا قندوسي أحمد عبدالقادر ومحمد شريف مرة تانية شكيل النادي الأهلي مصطفى شبير لإحراس المرمى خلال عمفتاح زهير أيمن حمد أشرف زهير أيصر قلبي الدفاع ياسر ومتولي وسنائي خط الوسط الدفاعي عمر السلية أليو ديان ورباعي المقدمة محمد مجدي أفشا أحمد القندوسي أحمد عبدالقادر ومحمد شريف كابتن عادل خلينا أكلمك الأول عن صعوبة ماتش النهاردة والأمور لم تحسن بعد يا كابتن عادل طيب ولكن الأهلي الأقرب وخلينا أكلمك على حارس عملاق إن شاء الله مولة حارس عملاق مصطفى شبير طيب يا كابتن خلينا نبدأ بس الأول نتفق المباراة ليه صعبة أول النهاردة ليه صعبة في الخصم خصمي دائما الخصمي يا كابتن دائما مع النادي الأهلي أنت المفروض أنك النادي الأهلي من أفضل من أفضل الأندية في العالم العربي وأفرقيا ولكن نتكلم في صعوبة توقيت المباراة أنت بتلعب فينال أفرقيا ده الصعوبة للواحد لما بيحط نفسه مكان لو كان لعيبة أو كان جهاز فني فبيتعب جدا ليه إنك بتخرج من بطولة لبطولة أنت رايح في التلت الأخير من الموسبة التلت اللي بيبقى فيه إجهاد اللي بيبقى فيه اللعيبة رغم أن كلر نجح نجاح كبير جدا في بداية الموسبة ممكن إحنا اتفقنا ما كناش عارفين هو في دماغه 100% الزب هو كان بيجهز لعيبة مش بيدور في البداية هو قلب الهرم زي ما اتفقنا عمل أي فرقة في العالم بتثبت التيم في بداية الموسم وفي نهاية الموسم بتدور التدوير بتاعه علشان يريح اللعبين من الإجهاد هو عمل العكس تماما وثبت التيم بتاعه في آخر خطوات الموسم لكن الصعوبة المباراة النهاردة في المباراة القادمة لقيتها في في التاريح سبع لعيبة أو ثمان لعيبة من عناصر أسسية بتاعة الفرقة فتبقى في صعوبة في المباراة دي رقم واحد من اللي بيلعب برغم لأن دولهم جاهزين وشجرين وبيلعبوا وعندهم أوقات أكتر وعندهم جاهزية أكتر ولكن في الروح هنا ممكن تعود الكلام ده عند اللعيبة الحاجة التانية المهمة انت تكتكيا بتفكر في إيه انت تكتكيا بتفكر إن زي ما كنت نعلى قال كلمة مهمة قال المباراة اللي في الوقت دي انت تكسبها ما تلعبها عشان تخرج من اللي انت في ده اللي هو إيه إنك انت مرغم إنه بتحضل للمباراة الفاينال ولكن بتقدر في الوقت في نفس الوقت بتعمليها كابتن أيمن في نفس الوقت إنك انت بتطلع المباراة تلات نقاط ليه من غير خسائر ودي مهمة جدا يعني إحنا شفنا علي لطفي وشفنا هجيلك لموضوع مصطفى شبير بس شفنا علي لطفي قاعد مستني فترة وبعدين لما لهم احصل له الشد ده انت عندك فاينال ما تعلمش إلا يحصل فانت محتاج جميع الحراس المرمو أما بيرجع لسؤالك بقى بتاع مصطفى شبير أولا أنا أعرفه كويس مصطفى مصطفى يمكن لما جيت تشتغل معي كتير مصطفى أنا بقول عليه مستقبل كبير للنادي الأهلي والمصر لأن جوان النادي الأهلي دائما هم اللي بيبقوا جوان منتخب مصر إن شاء الله يعني فأنا بتكلم عليه إنه هيبقى حاجة كبيرة أولا عنده ثبت فعلي قوي جدا بيلعب برجله كويس عنده جراءة وبعدين بيتمرن كويس ولد كمان مخه مخه جيد مخه كويس جدا يعني من الناحية النفسية والناحية الحياتية بره يعني هو محترف بمعنى الكلمة ربنا يوفقه النهاردة وإحنا محتاجين جوان لنا يبقى بعد إن شاء الله الشناوة على اللطفية هو اللي يقود لأنه إحنا عارفين دائما جون النادي الأهلي بيفضل يلعب فترة طويلة وييجي جون تاني يلعب فترة طويلة ما عندناش الحتة إن ما كانش فيها إلا في جيل واحد بس اللي كانوا بيتبادلوا حراسة المرمى اللي كان جيل الكابتن ثابت الله أرحمه وكابتن إكرامي الاتنين اللي كانوا بيبدلوا مع بعض يلعبوا مباراة ومباراة لأن الاتنين كانوا أفزاز جدا لكن إنت بتتكلم في الوقت الحالي تثبيت الحارس المرمى بتبقى مهمة لكن كونك إنك إنت بتدي لمصطفى شبير فأنا يعني أنا ما بخافش خالص بالعكس أنا بقول إنه إنه كان لازم ياخد فترات طويلة قبل كده ولما خد أثبت إنه هو حارس مرمى كويس جدا وأنا شايف إنه يعني الحتة بتاعته هو وعلي لطف إن شاء الله مع الشناوي يبع عندنا أمان في حتة فاينل أفريكا لأنه طول المباراة أنا مش من عد إن أنا أفكر في مباراة بسيب مباراة كل مباراة بمباراة وإلا في اللحظة الأخيرة بتاعت بطولة أفريكا دي أنت لازم تشتغل لبطولة أفريكا وليس ولسه الدورة في المنع الدوري مزال كابتن بلال في الفترة الحالية النادي الأهلي على المستوى المحلي أفضل أندي المصري شايف والجميع يخشى مقابلات ممكن شفنا ده من ساعة كاس السوبر من سحاب أحد الفرق وبعد كده شفنا المسيرة النجحة والمباراة اللي في الدوري النادي الأهلي يكسبها كلها الحمد لله رب العالمين وما كانش فيه مش عايز أقول ند ولكن كان النادي الأهلي هو اللي ليه اليد الأعلى في المباراة درجة نحن شفنا بعض الفرق مع النادي الأهلي حتى وهي خسرانة بتحاول تطلع بقى أقل الخسائر ده طبيعي يا كابتن أيمان من الفترة اللي عاشها النادي الأهلي من البداية لحد الوقت الرجل جاي هو معدوش دراية كافية عن اللعيبة آه ممكن يكون شاف مباريات تتفرج على الحاجات لكنه ما كانش عايش الأول مع اللعيبة فوضع طبيعي أنك أنت لما بتعيش مع اللعيبة بتشوف وبتخير بشكل كبير وبتختار الطريع الأمثل بالنسبة لك يعني هو لما جيه كان الطريع مختلف على الطريع اللعبات في الوقت الحقي تمام ده لقناعاته باللعيبة وإمكانياته مين يلعب أساسي مين يستمر مين ما يلعبش يعني لو تفتكر معي فقوات كتيرة جدا جرب وبعدين دلوقتي بقى خلاص بقى يلعب في مكانه الطبيعي اللي هو الرايت وينج تمام شوية يلعب عبدالقادر وشوية لأ وشوية يلعب بحسن يعني كان عنده قناعات وبعدين كان عنده قناعات في الأول لخلاص أنا مش عارك ميكانيات الحقيقة للعيبة وهل اللي أنا شفتهم دول في الفيديوهات أو في في السيديهات أو الناس اللي أنا تفرجت عن المهم هل دول لما كانوا بنعب وكان فالتوب فرمو بتاعتهم ولا لا تمام دي برضو مختلفة شوية فتقييم المدرب ومختلف لحد مخلص يعيش جوه الأجواء ويعرف إمكانياته قدرة اللعيبة الحقيقية النهاردة ميستر كولر عرف قدرته إمكانيات اللعي الأهلي الأفضل اللعيبة إمكانيات عالية جدا جدا تفوقت اللعيبة حتى كمان القدرات البدنية يعني احنا كنا زي دلوقتي في السنوات اللي فاتت كنا بنعاني بشكل كبير جدا من الأرق والإجهاد واللعيبة والإصابات وكما واحد عندنا أصابة وكم من الدغوطات اللي عندنا لكن خد بالك في مدير فني بيشتغل بالتوازي مع الراجل بتاع كبير جدا تمام فواضح إنه هو بيشتغل لتنين مع بعض يعني أنا مش بتكلم على إنه بيزود الجرعات التدريبية لأ ممكن يكون بيشتغل بحيطة تانية إنه إزا يعمل الرجل يكون شاطر بتاع الأحماض تمام بيعرف يعمل الرجل سريع لللعيبة وهو كمان الرجل بيغير واحد اتنين تلاتة ولو بتفتكر في البداية الموسم كان كل مباراة يغير اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة علشان نوصل للمرحلة علشان توصل للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي حالا هو ده نتاج التغيرات كتيرة أي نعم أثرت بعض الشيء على الأداء الفني قبل كده لكن النهار ده تفرج على النادي الأهلي وتفرج على إمكانيات لعبته اللي قال لأجهز فرقة بدانية في مصر بالرغم ان كل الفرقة اللي بتلعبها ما بتشتكيش من أي حاجة تلعب كل أسبوع تقريبا تقريبا يعني فعنده فرصة كبيرة جدا ان هو يعمل استشفى بشكل كويس ان هو يعد نفس بشكل كويس ان هو يشتغل على الأخطاء بشكل كويس ان هو يشتغل على الإجابيات ان هو الفرقة اللي قدامه انت ما عندكش الحتة دي احنا اللي كنت بنلعب امتى 3 اللي فات 3 4 5 وقت تلعب جمعة النهاردة ما عندكش وقت كمان تشتغل على أخطاء المباراة اللي فاتت وتبتدي تقرى الخصم اللي قدامك لا كلها حاجات نظرية مش حاجات يعني داخل الملعب ما بتغير داخل الملعب الا بعض الحاجات الصغيرة اللي ممكن تشتغل عليها لو هشتغل مثلا على 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 فريكيك هشتغل على كورنرز هشتغل الحاجات البسيطة اللي ترشغل عليها مش هتطل تخلي العيبة تقبل مجبوط في الملعب حتى حتى لو الشغل ده تكتيك مش هتطل تخلي العيبة تشتغل عليه لان اصلا ما فيش وقت تمام ما فيش وقت لا تشتغل مع الجديد هتقول لان الفترة الزمنية صغيرة انك انت تخلي العيبة تشتغل يعني بشكل بدني في الملعب على 48 ساعة قبل المباراة فالنهار ده رجل اشتغل كويس واضح ان اللعيبة حافظت خلاص اللي بيعجبني فأداي الآل في الفترة اللي فاتت دي هي التحركات بدون كرة والضغط على الخصم وان احنا بتدينا نشتغل كتيم واحد بيلعب في حوالي 45 أو 40 يارض نهاردة بتشوف النادي اللي بتحرك كتلة واحدة وبيرجع كتلة واحدة بيدغع بشكل كويس بيدغط اوقات كتيرة بشكل كويس خد بالك ومنظم اللعب ده 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 ملخص اداء الاهلي في الفترة اللي فاتت ولكن عايز اقالك على حاجة مهمة جيدة انت قلت غياب سبع عناصر اساسية في التيم اللي بيلعب ده طبعا لما تلاقي السبع عناصر بيغيبوا مرة واحدة اكيد هيبقى يعني شيء مؤثر مش عايز اقول بالسلم ولكن شيء مؤثر على اداء النادي الاهلي النهاردة ولا بصة كابتن ممكن تكلم على سبع باتين يعني ممكن بس يعني لما تيجي برضو تقول هل الباقي ما بيشاركش بصفة مستمرة هل لا بيشاركوا تمام يعني ممكن نقول خالد بيشارك بيشارك ياسر بيشارك متولي بيشارك ديانجي بيشارك السلية شارك قندوسي شارك عبدالقادر بتوحهم لأ بيشارك بس مش بشكل اساس لكن بيشارك بيلعب ممكن يكون بدنيا اقل الجهزية بتاعتهم اقل ممكن يكون فنيا اقل شوية لكن هم رجلهم في المرعة مش بعيد قوي يعني انت مش جايب لعيبة مثلا من 3-4 10 شهر مثلا عاد برا 18 ما بتشارك ما بتدخل تمام محتاج فنيات محتاج شغل الفني محتاج التكتيك تمام محتاج انت بتكسب بالحطة دي انت بقيت اعلى كتير جدا من الفرق اللي قدامك تكتيكيا انت الفرق الوحيدة اللي في مصر تقريبا اللعيبة بتتحرك بدون كرة تقريبا بتتحرك صح بدون كورة الفرق الوحيدة اللي اللي بيفرق من الدفاع بطاعة متقدم مش دفاع متأخر فاهم فانت بقيت تشتغل في الحتة دي نوعا ما بتشتغل بشكل كويس اي نعمة وصلناش لمنشاستر ساتي لكن انت في مصر انت تعتبر كده انت بتلعب بالشكل ده بقيت الفرق هي بتلعب لايز اغدالك انا اللي بيلعب نحيتي اللي مين بيلعب نحيتي مين نحيتي شمان نحيتي شمان عشان كده الامور بالنسبة لك متسهلة عشان كده انت بقيت تقدر تخلق فرص كتيرة أثناء المبارات لان هو عشان تخلق فرص لازم تكون بتحرق كويس لازم تكون بتفضل مساحة للنجمك لازم تكون بتشتغل كويس قوي مع زميلك في ملعب لازم المدير الفني كمان يكون مأريك الماتشة يمشي ازاي عشان كده انت متفوق على كل الفرق المصرية حلو والسؤال ده انا كنت حاسرولك بعد كده بس انت خلاص ولا اوه سرع هجاء انا خدت دي اتين اجابت من كابتن عادي انا صراح كنت حاسرولك فيه بعد كده حيث تخلق الفرص دي مسؤولية المدير الفني اه طبعا ولكن التسجيل من الفرص مسؤولية مشتركة طب اقولي مسؤولية مشتركة ازاي بص انا كمدير فني خد بالي المواقف دي كلها بحطها لك في التدريب تمام المواقف اللي بتيجي للعيبة في الملعب مواقف متكررة كيف سيما بصلنا الزهر عنده تعليم اصخليك بعد ما نتكلم ماشي المواقف اللي بتيجي للعيبة في الملعب تقريبا مواقف متكررة صح مش مواقف يعني انت ما بقى لك مثلا لعب ميت ماتش اكيد ما جاتش لكش حاجة في الملعب كده ايه وليدة اللحظة اتفاجهت بيها يعني حتى لو جاتها تبقى ولية ليا كلها تقريبا تسعين في المائة تسعين في المائة منها يعني متكررة فانت النهاردة انا كلعيب لازم انمي الحتة انا النهاردة كلعيب مثلا عندي ايه المشاكل اللي عندي مثلا هلا ما بلعبش مال كويس فعندي مشكلة في الارتقاء فاشتغل عليه تمام ما بشوتش كويس بيها ما باستخدمهاش لازم اشتغل عليه هلا عندي مشكلة النهاردة قمد انا قدام المرمى بتعصب فلازم اهدى يعني هي حاجات صغيرة بس بتعلم وبتغير من مستواك وبتغير من شكل ادائك الموديل فني كذلك انا النهاردة شايف ان انا عندي راسين الحاربة اللي موجودين مثلا يعني شريف وكهربا تمام ايه المشاكل اللي موجودة عند شريف وكهربا الكرات العرضية فلازم كل تدريب اشتغل حاجات متخصصة شغل فيه تخصصي للكرات العرضية عشان اللعبة تشتغل عليها دي شغلانت المدير الفني عشان كنا بقولك وشغلة اللعيب كمان انا ممكن يكون امكانيات انا عنده سرعة وبعرف اروح واخترق لكن على الجول مش هادي فانا لازم كمدير فانا اعلمك الحتة دي اعلمك تهدس زي قدام الجول لازم طبعا فيه طبعا اكيد اللعيب والتلنت بتاعته والمهارة والموهبة والشغل وفكره كمان وده اللي بيميز لعيب عن العيب لكن فيه حاجات انت كمدير فني تقدر تتكي عليها شوي تقدر يعني مش هتحسنها بنسبة مية في المية لكن لو هي عنده خمسين تخلاله ستين تخلاله سبعين لكن مش هتخلاله مية في المية يعني واحد معرفش رعب دماغ هتخليه مثلا فان باستن مثلا ولا ردخ استحالة فهيم بس هتوصله الحتة انه يقدر يتعامل على الاقل الكرة السهلة الكرة السهلة على الاقل تمام لكن مش هتخليه مثلا يطلع من على خط التمنتاشر ويرتقي ويحط الدماغ في زوية البعيد لا مش تخليه ملكا لكن هتخليه ازاي يقدر يسبق المدافع فازاي يقدر يشتغل بالدماغه يقدر يحرك كده وحرك كده تقوله ازاي لما كرة زمان كنا في التدريبات يقولك لما كرة تيجي مش هعرف من نحية دي لعبة في الزوية العكسية بتاعتها فدي ممكن انت تعلم الحاجات دي للفراودة بتوعك اللي هما ما بيعرفوش لعبوا بالنغو لكن في حاجات انت بشرط تعلمه اكيد يعني في موهبة بتاعت اللعيد في الموارد امت ارقص امت شوط امت استخدم شمالي امت استخدم ميني دي انت مش هتقدر تعلمها للعيد لكن اقدر يعلمه الهدوء ازاي يتحرك ازاي يخلق مساحة زي ما انت بتقول كده المدير الفني عليه انه هو يوصل اللعيد ان تتاح لي فرصة قدام المرمى لكن اكيد مش هعلمه ازاي احطبطنا رجله لان دي تحرك مرمى ومدافع تمام وامكانياتك وفكرك انت وسرعة البديهة بتاعتك كمان فانعشان كده بقولك دي حاجة مشتركة ما بين اللعيد وما بين المدير الفني صحيح كابتنا علي المشكلة فين في موضوع انهاء الهجمات بسرعة ايجابية على المرمى مش كده واحدة بتبقى ايه اكتر اكتر من نقطة ممكن بقى سوق حظ طبيعي ممكن المهاجم يصدفوا سوق حظ مش طبيعي بقى عام كل حاجة صح لكن هو مش ماشي النهار زبا بقول كده بلغة الكورة وبتحصى هيا فكرة صح بس لو مع اكتر من مهاجم انا هو لك مع مهاجم كل مهاجمنا عام بيحصلون كده اكتر مهاجم دايما حاجة من الاثنين يما بتفاجئ بالموقف نفسه وده صعب شوية لان انت اكتر في العين في نادر ايه المواخف دي كلها بتعدي عليك بايز يا اما تبقى رعونة منك او عايز تجيب جو شكل حلو قوي زي على لزوم انت فاهم اللي بتبقى حتة يعني حتة فيها حتة فيها شو شوي اي وده في بعض الاوقات مش كتير ايما لان انت بتجيلك حتة شو دي لما كسبان ثلاثة واربعة ومتطمن على نتيجة او متطمن على ترتيبك في الدور فتحب تعمل حاجة كده ايه حاجة الناس تفتكره شفت الهدف كده فيagles دي برضو ممكن توصلك لكده اهم حاجة في كل ده المهاجم في الدنيا كلها فالعالم كله اكتر واحد في الملعب لازم عنده سبات فعالي هو المهاجم يعني على فكرة ولا حارس المرمى ولا نص الملعب ولا اكتر واحد لازم عنده سبات فعالي هو المهاجم هو اللي يخلصك هو اللي يخلصك في الأماكن الحساسة جداً عايزة واحد هادي. يعني بقول لك يعني بارد بمعنى صح. لو ما بيهبش الموقف. دايماً محضر نفسه. مش كاي بقول لك المهاجم الهداف عشان كده هداف بتبقى حاجة نادرة جداً. مش أحد ممكن بقى هداف. هي مسهلة على فكرة. لأ. ده واحد مركز على طول. كل ثانية مركز في هعمل ايه. كله كرة مكمل معاها. دايماً هادي. حتى لو مغلوبين. يعني لو مغلوب وففطولة وجات لك فرصة تجيب قول لازم تبقى هادي. لأنك انت لو مش هادي في الحتة دي. اللي انا مستنيه منك ما حصلتش. كويس. انت بتكلم على انا مستنيه منك كمدير فن. طبعاً. طبعاً. يعني انت مسؤولية تقريباً شبه كاملة على اللعب. في الملعب. في الملعب. طبعاً. 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 لكن في الملعب اللعب. برا الملعب مدير فن بحت. صح. مدير فن. تكلم معاك. صحة في نفسك كويسة قوي. حتى لو انت بتجيبش هداف كتير. وفي حاجة مهمة كمان يا عايمن. لازم في التدريب بيبقى في حاجة مو... زي ما كان بتكلم بلال. لازم بيبقى المهاجمين دونهم الشغل مخصوص. لازم. لأن الملعب مواقف. لو انت ما تحولتش على المواقف دي كتير قوي. هتبقى بنسبة لك صعبة. طب انت كنت لعيب نص ملعب. ولكن بتروح على الجول كتير وهداف. مرت عليك بعض الظروف ان انت ما كنتش موفق في بعض الامورات فترة مثلا. ما بتجيبش جوال. فترة ضيعت جوال. طب عالجتها ازاي? تلعت منها ازاي? لا ما 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 انا ماشي انو كنت بجيب هدف. بس انا ما كنتش مطالب يجيب هدف على طول. انا عارف. فهمني. بس انت بحاسب نفسك بعد الماتش. بعد الماتش حاسب نفسي. دي على طول على فكرة جيبت جول ما جيبتش جول بحاسب نفسي على كل حاجة. وقلت ازاي هنا واغلطي الناس ازاي واغلطي الناس ازاي. دي بتوقف اللعب نفسه عايما. مش مدير فني. اللعب نفسه بتقوم جوة. اللعب دايما عايز يتعلم من اخطاء وعايز دايما يبقى الاحسن. لازم يبصوا الاخطاء الاول يصلحها. طول ما انت بتصلح اخطاءك انت هتبقى احسن. قبل ما يتكلم او يكلمه المدير الفني. ولا مدير فني. لازم من جواك انت. انت. اكتر حد داي حاسب نفسه هو لعيبه كورة. هو اللي عارف نفسه انا اغلطت في دي ليه. حتى المدير الفني ممكن ما يوصلش انت غلطت دي ليه. انت عارف انت غلطت فيها ليه. عشان كده دايما اهم حاجة انك تحاسب نفسك الاول قبل ما حد يحاسبك. حيطة المدير الفني لازم في الملعب المواقف اللي على المرمى كتير للمهاجمين لازم يتقرر. لازم يشوفها كتير اوي. لان بوداهم بقولك انا. اللي بيحصل على الفكرة اللي بيحصل في التمرين هو صورة كده من اللي بيحصل في الملعب. اه بتبقى ظروف متغيرة وكده لكن كمهاجم لأ. ما بيجي له كرة من هنا كرة من هنا كرة من هنا انت متعود هتعمل ايه. يعني في مهاجمين اي ما من كتر ما الموقف ده تحدد. هو كرة جاي انا عارف هعمل ايه. مش هبص للجلب ولا هبص المدافئ. انا عارف هحط رجل ازاي. او هحطاب وش رجل ازاي. او هعمل ايه ببطن رجل. هي بتبقى كلها مواقف. صح. لو المدارب او المدير الفني ما اهتمش بالمواقف دي في التمرين. هيبقى ان اصاره على في الملعب. افتكر المدير الفني هو شايف الكلام دوت على الطبيعة. مش هيتم بالحاجات دي في التدريب. في ناس ما بيركزوش. والله. والله. لكن دايما فرق المقدمة. والفرق البطولات بيدور على. انا عايز اجيب جوال كتير اوي. من اللي هجاب لك اجوال المهاجمين بتوائي. بازم اهتم المهاجم ده. وده. وده عادر وقسمة وبلال وشافية. كل واحد لازم. الكرة دي لازم. لازم من شماله. من شماله وليمينه. لازم يتعود على المواقف نفسه. ممكن مغير خصم على فكرة. ممكن غير خصمه. ممكن يبقى خصمه وهمي. لكن لازم في موخه. انا شفت المواقف ده قبل كده. بس. لكن هتفرق بالتمرين والمباراة. بحيط بس شدة العصب وتلاقي دايما فيه مدافعين. لكن انا بالنسبة لك مهاجم. لا ما انا عارف المواقف. انا عارف المواقف ده. يعني انا عارف. انا عارف لما كرة هتروح على الزاوي القريب. انا عارف انا هعمل ليه. لازم ازبق وخطوة. خطوة. يعني هو ده اللي بيتقال بالزبط يا ايمان. وفي الاخر بقولك. هو تركيز لاعب ثبات انفعال اللاعب. لازم. ده. مالوش حل تاني. مهما انا اوهرنك. وما انا اخليك على المواقف كلها. انت لازم عندك ثبات انفعال كويس قوي. وصختك في نفسك تبقى. فقول حدود. حتى لو جات لك فترة. انك مجيش هدف كتير. زي محمد شريف. لو ضع في النادي. طبعا. هدف في النادي. وهدف في النادي الاهلي وكلام ده كله. جات فترة فيش هدف. كنا دايما بنتكلم هنا نقول ايه. لازم حد يتكلم مع الشريف. ولازم حد يتكلمه كتير قوي. صح. عشان يرجعوا صخته في نفسه. ليه صخته في نفسه. هو اكتر واحد في المهلة بعيد صخت. هو ده دايما الشغل للمهاجمين. ما نفعش الخمسة وعشرين لعيبة. والعشرين لعيبة ايما. نتعامل معهم واحد. ايه. معاملتي مع عادر غير اسامة غيرها غير بلال. صح. كل واحد ديش شغل بتاعه اللي لازم اعمله. صحيح. اه هنتكلم طبعا كابتن اسامة على التشكيلين. تشكيل اهلي وتشكيل طلاع. خلينا اقول تشكيل الطلاع بالمرة. بس قبلها هسألك سؤالي. تشكيل طلاع الجيش. محمد شعبان اللي احرص المرمى. بسينا بقى على السباعي اللي جاي. سلاسي اه خط الدفاع. احمد ايمان منصور. محمد سمير. محمد فتح الله. قدامهم اربعة. احمد متعب. احمد زولة. فريد شوقي. علي حمدي. وسلاسي المقدمة. محمد شحاتة. اسلام محارب. محمود وادي. مرة تانية. حمد شعبان. حرص المرمى. والسباعي اللي امام محمد شعبان. احمد ايمان منصور. محمد سمير. محمد فتح الله. احمد متعب. فريد شوقي. علي حمدي. احمد زولة. وسلاسي المقدمة. محمد شحاتة. واسلام محارب. ومحمود وادي. البدلاء. عمر ردوان. خالد سطوحي. خالد امر. حسن مجدي. احمد سمير. مصطفى جابر. حمد شريف حتحوت. عربي بدر. وبول جوليوس. احتياطي النادي الاهلي النهاردة. مصطفى مخلوف. حرص المرمى. رمي ربيعة. محمود كهربا. برونو سابيو. محمد عبد المنعم. طاهر محمد طاهر. حمد فاخري. احمد نبيل كوكا. وكريم الدباس. كابتن قسامة. ممكن كنت بتبصه. كان لك تعليق على موضوع. اهدار الاهداف. ودي مسئولية. من. في مسئولية طبعا بردى الملعب. او مسئولية في التدريب. دي بتاعة مدير الفني. وفي مسئولية على اللعيب. ولكن اهدار الاهداف نفسها في الملعب. على. مسئولية ني. محونت لتنين مع بعض. بس نمر واحد اللاعب. انا يعني مش كلامي مش مختلف خالص عن اللي بلال وعلاء له. يعني شرحوا بما فيه الكفاية. ولكن انا عايز اقول حاجة. ايه الفرق بين لعيب و لعيب. نمر واحد. نمر واحد. في العالم كله. الموهبة. الربانية. ماشي. فالدليل. لا ما انا هقولك. انا بتكلم على نمر واحد. ماشي. ليه. هل مارادونا او ميسي. لعيبة الارجنتين كلهم. ما كونش بتمرنه زي يوم واكتر منهم. طب ليه طلع مارادونا بس. وليه طلع. مثلا لما تروح لفربول. هل لعيبة لفربول كلها. ما بتتمرنش على التهديف. اللي بتكلم على المهاجمين. زي صلاح. لا بس هو هدام. يبقى اذا نمر واحد. نمر واحد. في في امكانياتك. كمهاجم. كمدافع. كلعيب وسط. في حاجات اساسية. دي نمر واحد الموهبة بتاعت ربنا. اللي هي مش هتقدر مهما تمرن. توصل الناس كلها زي بعض في مرحلة واحد. ما ما هتعمل. لكن. نيجي بقى لجزئية مهمة جدا. اللي هما برضو علاق وبلالك كلمه فيها. اه. هي التدريب. يعني نمر واحد خلاص احنا اعترفنا ان فيه موهبة. ولذلك فيه فرق. بين كهربا بطريقة. شريف ليه طريقة. فلان اه. انا بتكلم على اللي موجودين دلوقتي. اه. 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 شادي. اه. شادي ليه طريقة. كل واحد ليه اسلوب. وموهبة متفاوتة. ربنا ميديها الكل واحد. بس فيه حاجات زي ما كابتين قالوا. اللي هي التدريب وتكرار المواقف. اللعيف لما بيشتغل تخصصي. سواء مهاجم في مواقف معينة. سواء لعب وسط ملعب في مواقف معينة بقابلة. سواء مدفعين. اه. في طريقة معينة في الرقابة. في التغطية. في المواقف متكررة في التدريب اللي هي تدريبات التخصصية. دي بترفع من مستوى الاداء. ولذلك ساعات كتير قوي تلاقي مدربين يقولك. اه. انا ما عنديش وقت ان انا اصلح بعض الاخطاء او احسن من امكانات معينة. دي يجي بقى للكورة عمتا. اي. وفيها البدني. وفيها المهاري. وفيها الخططي. وفيها اللي هو النفسي والزيني. اي. حاجات دي. كل واحدة من دول تحتها حاجات. في حاجات بتنمى بدرجة كبيرة جدا. وفي حاجات تنمى بنسب ضعيفة قوي. يعني ما نيجي تتكلم على مثلا النواحي البدنية. بتقول هي بنمى التحمل. اه. فيها برضو فيها جينات. وفيها برضو فروق فردية. ولكن بتتنمى بدرجة كبيرة مثلا. القوة بتتنمى بدرجة كبيرة. تيجي للسرعة. هتلاقي تنميتها محدودة جدا. يعني ربنا مثلا خالي بيبو. ولا ياسر ريان. ولا الناس اللي هي كانت سريعة جدا دي. كبت مصطفى عبد. مصطفى عبد. كبت مصطفى عبدو. هم بطبيعتهم ربنا خلي فيهم. لان في الجينات. وفي العضلات. وفي تارك. الالياف السريعة والالياف. ايوة. الالياف البيضة والالياف الحمر. اه. ايوة. انت ما شاء الله. وضارة الالياف. وضارة الالياف. وضارة الالياف. الناس اللي دا عايز اقولو. كده برضو. يعني. يعني. مدوضاتي. اذا ما هتوضة الامني. السرعة هتلاقي مش مش هتخليني انا بطيعة هتبقى سريع. ولكن. تحسين. سرعة في الاداء. اه لأ سرعة الاداء. اه. سرعة لو فتحنا في الموضوع ده فيه سرعة في الأداء وفيه سرعة اتخاذ قرار وفيه سرعة انتقالية وفيه سرعة رد فعل هنخش في مواوية يعني فأنا أقصد أنه فيه اختلاف كبير حتى في النواحي المهارية فيه مثلا مروغة فيه تمرير فيه جريب الكورة مش عارف إيه مش هتقدر مش هتقدر تنمي كل العناصر اللي هي دي محتاجها في المهارة بدرجة واحدة يعني أنت فاهم يا ممكن هخلي واحد يقعودي مرر كتير مرر هيتحسن التمرير عنده لكن مش هخليه مثلا ميسي أنها هخليه يعودي رقص آه هيتحسن شوية بس مش هخليه مش بنسبة كبير فأنا أقصد أن المدرب عليه دور في تكرار التدريب والمواقف زي ما علاقه وبلال قاله في الملعب أنه المهاجم مثلا بتحرك في الستة يرضى في الحتة دي وجايله بقى كتير بيكرر فهيبقى قلية بالنسبة له في الملعب ولكن برضو فيه اختلاف بين واحد وواحد مصبوح مصبوح يعني ما دي دي النقطة لا خلينا بعد كده هنتكلم على التشكيل ولكن أصدقاتنا عادل عايزي قطعك باي طريقة عايزي قطعك باي طريقة عايزي قطعك باي طريقة لا هنكمل عن التشكيل بس بنكمل دلوقتي الأول عايزي قطعك باي طريقة بلال بيجيب جون هداف كبتن علاق كان بيجيب جون بشكل تاني لكن انا هقولك اهم ما في التدريب اللي هو تنمية الالية الفروض الفروض جد نص الملعب ايه هي الالية يعني انا هسألكم سؤال ممكن ايه نص الية اه انا عايز اقول لكم انا ام محمد السلطان انا عايز اقول لكم حاجة مهمة اقول اللي هو ايه انت لو انا مسكتك في يوم من الايام وانت بتجيب الجون الكرة اللي جايب فبتختفى تجيب جون انا لو مسكتك اقول لك جبتها ازاي مش تعرف ام دي الالية اللي انت بتزود فيها دي بيبقى ليها معدلات تهديف انت بتشتغل فيها كمدير فني ده تعمل فيها ابحاث كتير اول حاجة ماينفعشي ان انا لو همرنك على الجون تلاتين لعبة او تلاتين جون ويمكن اشتغلناها كتير انا اشتغلت مع عسامة كان بيجيله اسامة حسن كان جيل النادي كان عماد متعب كان بيجيل النادي اشتغل مع الوحدهم في حتة التهديف دي انا مثلا هلخلي يلعب اربعين كرة الجون انا محسبلوش من اول عشرة او اول خمستاشر كرة لان عمرك في الجيم ما بتلعب وانت الباور بتاعك مية في المية انت بتكون خسرا من الباور بتاعك اربعين خمسين في المية فبتلعب بالخمسين في المية فالتركيز الخمسين في المية دولم انا بحسبلك من بعد الكرة الخمستاشر مثلا جبت جوان قد ايه دي رقم واحد رقم اتنين احساسك بالمكان من هنا بخليك تلعب عشرين من هنا خليك تلعب تلاتين مرة اللي هي الخطوط في ايه مثلا لعيب لما كرة جيله هو على ستة ارده وشاف القط كده ما بيبصش للجون ده تنصوره هو راسم الملعب بالخطوط بتاعته عمله عمله على فرمضة الاعلم قالك ايه قالك انا مش هخليه يتشغل ان هو ببصص للجون والحاجات دي انا هخليه يتشغل بالتخطيط الملعب نفسه انت لما تبقى جوه الستة يارده اللي هو اول طرف الستة يارده من هنا ماينفعش الكرة هي جيلة كده تحطها كده لانها تطلع بره لازم اتعمل دماغك كده عشان الجون الناحيان لما ترجع شوية وراء اتقلل دي لما ترجع وراء انت لو وصلت بالفرود للدرجة دي فانت هتقدر تخلي فرود زي مثلا الهدفين اللي احنا بنتكلم عليهم ايه ما بيخرجوش بره التمنتاشر ده الفرود الصريح قالت ليه بقى في الفترة دي في العالم كله لانك انت ما بقتش تلعب بالفرود الصريح المية في المية اللي هو وقف قدام الجون اللي قادمين من الخلف الا فيه تلات اربع لعيبة بس هلنت ممكن يكون تبتكلم على المستوى العالمي دلوقتي لأ ما انا بكلمك على الناحة التدريبية على الناحة التدريبية انت تيجي على النادي الاهلي في الفترة الحالية ايوة انت مش هتقدر تشتغل معاه بصورة جيدة علشان انت عندك الاوقات قليلا الا انت في البداية انت بتعمل برنامج للعب ما تخليهش يتدرب يتدرب في الحتة دي بس بمعنى ان انا لو اخليه يدخل جوه الفرقة بتاعته فترة يجرينه مثلا معدل البدن بتاع المدرب الاحمال 3 كيلو 4 كيلو في التدريب النهاردة فانا بخليهم يلعبهم على الجون بالالية والشغل ده فاهم ما في الموضوع انك انت تشتغل مع الفرود كتير 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 بتتسهل على الفرود انت لما يكون مؤسس من تحت كويس انت لو اسستني من تحت وخليت نلعب على الجون كتير قوي من تحت هطلع حافظه ولما انا المدرب مش بيحفظ ولا بيعمل الالية المدرب بيستدعي الالية فقط فانت تلمع عندك رصيد انك تستدعت بيها الالية انك تشتغل معها الفترة طويلة كابتن بلال مين اثر معك كمدرب او مين ما اثر على مستوك كمدرب وحيطة التهديف بالذات ديها؟ هل كان في قطاع الناشئين ولا في الفريه الاول؟ نقف قطاع الناشئين طبقا قطاع الناشئين طبقا يعني شوف لو طلع انت مينفعش تطلع على الفريه الاول غير وانت مكتمل يعني هل انا ممكن اطلع على الفريه الاول وانا العيب عادي؟ استحال انا دي وجهة ناظر يعني انا النهاردة عشان اجيبك كده اقول ان في مثلا يعني على اما اطلع حسن وفليكس ومش اعد على علي مهر وعلى ابراهيم وفاروق وصلاح حسن واجيب الفرقة دي وتقول لي واحدة هطلع علمه فوق لا مش هتعلمه لا مش هتعلمه تستدعي الالية اللي انت راسية اللي تحت طبعا انا لو ما شفش فيا ان انا يعني مؤهل وقادر ان انا وعندي امكانيات تؤهلني نلعب في الفريه الاول يعني ايه؟ يعني بلعبت معها كويس بتحرك كويس عندي مثلا سرعة لعيب الريفليكس بتاعي جاي قدام المرمى رؤيتي كويسة بعرف سجل الهدف من جميع الاماكن في الملعب مش بت يعني ما بتلخبطش كده وبتعتسمش قدام الجوء فهم هو لو شف فيك الحاجات دي كلها هيقولك يعني هتبقى من ضمن اختياراته انك تلعب في الفريه الاول هتبقى الكمبيوتشن هنا بينك وبين اللعيب في الفريه الاول تمام؟ مين بقى لما تلعب لما تبقى فوق هيبقى مين فيكو بقى الافضل تمام؟ إنما النهارده الاختيار بتاعك لازم يكون على أسس فالنهارده الرجل بتاع المدير الفني في الناشئين هو اللي بيديك الحتن هو اللي بيعلم ذلك أنا اشتغل معك كابتن خالد جاد الله وكابتن مختار مختار وكابتن ضيا السيد يعني وناس كان يوم الفضل في الناشئين اه طب انا ابتليت مع كابتن خالد جاد الله وبعدين كابتن حمود صالح يعني فيه دربين كتير يعني بداية من كابتن خالد جاد الله انتهام بكابتن مختار 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 كانوا فعلا بيعلمون تمام؟ ازاي تتحرك يعني التحركات كمان يعني انت فوق في الدرجة ولا مفعش يقول لك بص إلعب بجنب وبعدين لمجورة لا لكن تحت يعلمك يقول لك ازاي تتحرك تمام؟ انت بتبقى عندك المهيبة طبيعي تعب تمسك الكرة وتوقف الكرة وتلعب وممكن ترقص وتشوت كل دي موجود لكن الحاجات التاكتكس اللي محتاجة مهارة معينة مختلفة شوية عن المهارة اللي ربنا خلقك بيها هو بيعلمها لك المدير الفني تمام؟ يعني يجي يقول لك كرة لما تبقى ملعوبة من الحقيقي وانت بتجري اعمل فنت تمام؟ فعشان تعرف ترقص بالطريقة دي تمام؟ وانت مثلا واحدة لو انت حاول تقاطم مرة واحدة وتحط في زوال بعيد فبيعلمك حاجات انت بتاخدها يعني تتضرب عليك كتير جدا 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 فبتتعلمها في الماتش ومواقف بتحصل لك في الماتش طبيعي مفيش موقف في التدريب مع عطاقتش انه بحساسك في الماتش تمام؟ الماتشات بتقول مواقف اصعب شوية لكن التدريبات من كتر التدريبات على المواقف فانت الامر بنزله باسهل بعد كده عطا بطلقاي متعطعت وهو بدونه بعدهاailشام هو متاعي خلصي من الماتش ما لا لا أقوله بس لا هو بيكامل لا لا أقوم يعني هو بياخد مواقف من الماتش بينفزها في التدريب يعني هو بيشوف حاجات في الماتش بينفزها في التدريب بيوصلها للعالية Māori خيش حاجة أخيرة كل الكلام دا كويس قوي في مواقب بتيجي عليك في المالعب أو مرة تيجي عليك في المالعب فكذا توقف على مواقف كنت دا عايز ستكيرك ست كده انت فكرك هتتصرف فيها ازاي. صح. تفهمني. صح. 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 يعني مش كل موقف هيجيلي في المورا. انا شفته في الملعب. لا. فجأة بتليه نفسك موقف يديد. اي. ده كل بتوقف على رد فعلك. وتفكيرك انت الصحيف في الموقف ده. صحيح. صحيح. يالله اخوضها يا كابتن بلالا. ما خلاص بأمان. ازاي. لا خليك. بس. انما يعني يعني كابتن قال حاجة مهمة جدا جدا. انت بصة كابتن من ضمن الحاجات المهمة جدا عند الفراودة. الفراودة بالزيد. او الناس اللي بتسجل اهداف. مدى يعني معرفته بعيوب الخصم. برضو. خد بالك. انت مش شرط انك تبقى مهوب جدا. صح صح. انا ممكن يبقى انا الخصم بتاعي اللي بيلعب عليا طويل جدا. فما ينفعش انا كل كرة انا احط نفسي في مكان ان انا عايز كرة عالية. تمام. فلازم يلعب على الارض. صح. طب لو هو مثلا عنده سرعة. يبقى ما ينفعش. يبقى انا بديله المسافة دي. صح. اوهو شمعه السرعة. بجمبي. مثلا انا بتحرك بتحرك بالجمب. وبس بقى سنة صغياء. ففي حاجات بتعتمد على دماغك انت. صح. مدى اقريتك كمان الخصم يبقى دايمة. هو نقاط القوة فين بتاعته. ونقاط الضعف. الجول كيف نفسه. هل هو بتقدم. فانت مش كل كرة هتشطها بقى. هتلاقيه قفل الجول. فبيصد. طب يبقى انت لازم هدوء شوية. وفي تلعب الكرة بلاس من فوق. وده اللي انا عايز اوصول له. مصدي. يعني دي بتعتمد برضو على افكارك انت وزكائي. نقطة كابتن اختيار الفرود اصلا للنادي اللي جاي له. على سمة وصفات النادي. يعني على سبيل المسال. الى تالك يعني الفرود بتاع النادي الاهل يختلف عن فرود اي حد. لا نافة من ما يلعبش في مساحات في مساحات صغيرة. لازم يكون عنده محطة. لازم يكون هداف. يلعب دماغه. يلعب ان يكون قناص Route. ده الفرود. لما تلعب في انادي اقل في نادي نادي فى نص الجدول. يبقي لازم يكون عندك سرعات عشان تيجى في الهجمة المرتدة. صفة الفرقة اللي انت بتلعب هي ايب ايب. لو انت ما اخترت الصح مش هتعرف. صحيح 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 طيب كابتن علاء ندخل بقى على تشكيل النادي الآي النهاردة يتخلى آآ مستر كولر من فترة عن طريق أربعة ثلاثة ثلاثة ويرجع مرة أخرى لأربعة اتنين ثلاثة واحد لأن الأفراد غيرت خلاص يعني أنت بتغيير الفرد واحد ده محمد مجد فأنت غيرت الطريق طريق اللي أنت يعني يمشيها طبعا بس عشان الناس ما تفتكرش حاجة هي طريقة لعب بها كتير جدا لكن النهاردة أنت بتريح بعض العناصر المهمة عندك وبتلاعب ناس توجيد أربعة اتنين ثلاثة واحد عشان كده أنت غيرت النهاردة اللي في الملعب دول مش بتجربوا مش احتياطي دول كلهم نجوم وفي أوقات كتير أول ندي أهلي كان بيبدو بنفس الأشخاص كتير جدا مبرايات فعشان الكلام يبقى يعني بعقلمية كده دول مش بتجربوا دول كلهم نجوم موجودين في النادل أهلي أساسيين في النادل أهلي ودي مثل فرقة كبيرة حتى لو بتريح ستة سبعة أنت بتلاب ستة سبعة أساسيين يعني مش اللي هو بقاله دول تربعة شو ما بلعبش لا 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 خالص دول الناس كتت موجودة وأخدت أوقات كتير قوي لكن موجودين مشان كده المدير الفني المحظوظ لما حتى بيغير طريقة ما عندش مشكلة يعني كل النهاردة غيرت طريقة أربعة اتنينة واحد ما عندش مشكلة أنا عندي عمرو السلاود يونج في نص الملعب متعودين على المكان ده ما عندهمش أي مشكلة بحاجة خالص نص الملعب هيتمسك تماما محمد أشرف لعيب بتحضر عشان إن شاء الله عند معلول بلعب ليش شمال كويس أو ممكن يعمل جابها كويسة جدا محمد عبدالقادر نفس الكلام خدع فتاح الفترات اللي بيعابها ما فيش فيها مشكلة خالص بيحاول يزبط نفسه ودي فترة كويسة جدا كويسة وفرصة كويسة أقول لا 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 فرصة كويسة خدع فتاح النهاردة بدي مبارا أتمنى يطلع من نجوم براء النهاردة بس احنا نمكلم عن الجابها اليمين فيها اتنين أعتقد يعني أول مرة يلعبوا مع بعض خدع فتاح أو أحمد خندوس خندوس المبدئيا بس مش هيبقى خط يعني مش هيبقى بيضم جوه بيضم جوه هو بص ايما كندوسي هو مش محير بس هي امكانات لعيب كندوسي مش لعيب خط ومش لعيب عشرة كندوسي بياخد عارف انت ايه التلت اللي في القلب ده نحية اليمين هو بتحرق فيه بامتياز ممكن اطلع لبرة ويعملها هاي لكن أثناء اللعب ما يبدأش بها كده انا حتى لو بدأ كده هتلاقي دائما كل لعب اللي جوه نفس كما تلعمد عبدالقادر برضو هو كله را عامل حاجة برضو الفترة الأخيرة ما بيحبش يثبت الناس اللي على الطرف ايه وده كلامه هو ايه ما بيحب يعني حتى الشحات بيرسي تاو بيبدأوا لكن اول ما بتلاقي الهجمة ايما تلاقيه داخل لجوه بيخش جوه بقى فاضي يقدر استلم يقدر يعمل خطورة الهدف اللي انت جبته في التراجي مين اللي عمل تمرير حسيني الشحات بيرسي تاو بيرسي فين جوه الملعب مزميني فهو ده اللي اللي بتطلب منه لكن اول ما كنت قطع منك المطلوب منك بقى ترجع في المكان ده عشان ما تعملش الزيادة على فرقيتك ايه اه اه لتنين ملعبوش مع بعض ابل كده لكن انا شايف ان هم اتنين اللعب يعرفوا يستغلوا فرصة كويس ازا كان خادع فتاح وكندوسي وكندوسي النهاردة بقولك عنده فرصة كويسة حتة الانتقاط بتاعته معندوش وجمات دفعية كتير اوزة فلوس الملعب النهاردة محمد مجدي بمعرفة محمد مجدي هيستغلوا فرصة كويسة جدا النهاردة فرصة ترجوها كويسة الان نهاردة ان شاء الله استغلوا المكان ده كويس وما كانوا يعني نفيش في حاجة جديدة نفس الكلام محمد عبدالقادر وحمد شريف الحمد لله رجع تاني ومباراة الصابقة جاب هدف وده الهدف يجيب هدف انت بتدي له احلى حاجة في حياته ان هو يجيب هدف هتلاقي النهاردة فيه صيخة عايز يجيب هدف ثاني وثالث وهو هدف الفرق لحد دلوقتي كلها ايما انا شايف ان هي مباراة حلوة كل التوفيطة على مصطفى شبير النهاردة مباراة انا شايفين مباراة كويسة لعبت النادي الاهل كله مش عايز يزبط نفسه مش عايز يزبط نفسك هتلعب لعبك العادة جدا انت نجم كبير تلعب على طاقة اثناقات مهمين جدا تحصل على لهم بسرعة ما تعملش عايدات في المتش لان على الجانب الاخر لما كباتي نتكلموا على المباراة في لأ انا انا ادف مغال خالص رئا انت نهاردة قفل تماما كل مباتيح لعيف النادي الاهلي فانت نهاردة محتاجك حاجة مهمة جدا بسرعة حاكتين تحرك كتير او من غير كورة ودايما التمرير بسرعة عشان تدرب التكاتلات دي المواقف اللي فيها مدافعين كتير بالطريقة دي حاكتين دول هما هما اللي هيخلصوك من التكاتل ده تمرير بسرعة وتحرك من غير كورة لو عملت الاتنين دول مهما يعمل تكاتل لكن لو حصل تكاسل هتلاقي صعوبة انك توصل لحرس المرمى صحيح كابتن ساما رجعتلك اهو رأيك في تشكيل النادي الاهلي وبعدين تشكيل الطلاقة عشان الوقت الاهلي طبعا مغير عدد كبير وانا قلتلك لو في وضع تاني في الجدول او في منافسة بشراسة على الدوري اعتقد ما كانش هيبقى العدد ده كله متغير والدليل على كده ان احنا الماتش اللي فات قلنا الراجل سبت نفس الفرقة وعشان عايز يخلص الدوري النهاردة خد اسلوب تاني خالص وقاعد حوالي ست لعبين لقول الشريف ابتدأ الماتش اللي فات وعبدالقادر ففي ستة اللي هو شبير اشرف خالد قندوسي وعمر السلية مجدي افشي عمر السلية ما عندوش مشكلة انه لعب اساسي رجل في الملعب اوه ولعب اساسي وبيلعب على طول وعبدالقادر برضو رجل في الملعب وعبدالقادر بقاله وماتشين تقريبا بيلعب اساسي وشريف نفس الحكاية وشريف نفس الحكاية هم الجداد بقالهم فترة خالد ما بلعبش فترة زمنية طويلة احمد اشرف القندوسي مجدي افشي ايه فهم دول تغييرات الوطن اه مفيش شك ان التغييرات دي فيها جزء ايجابي وفيها جزء ممكن يبقى سلب الجزء الايجابي الدوافع اللي هتكون عند اللعبة دي لاثبات ذاتها لاثبات ان هي تستحق ان هي اللي بقاله كتير ما بلعبش يقول لا انا مفروض كنتش اقعد الفترة دي او اللي كان بلعب اجزاء من الماتش من الماتشات زي خالد او او القندوسي او كده انه لا انا مفروض ابقى اللعب في الحداشر كمان هم داخلين بعد كده على نهائي افريقيا ان شاء الله مع الوداد كل واحد هعيز يثبت للراجل انه يستحق انه ممكن يشاركه في ماتش الوداد خاصة ماتش الوداد هيبقى ماتش جماهيري مش بس المصر في المنطقة العربية كلها ومنطقة الشارخ الوصف افريقيا متشاف فالناس دي كلها عايزة تثبت نفسها فدي النقطة الايجابية اللي عند اللعبها المتغير النقطة السلبية بقى انه برضو عدد كبير متغير فممكن فيه امور زي ما انت اتكلمت مع علاء خالد مثلا القندوسي جم مش بلعبش مع بعض كتير غير مثلا الفترة الاخيرة هانيو برسيتا نيجي لحتة تانية علاء اتكلم فيها القندوسي مش لعيب طرف اللي هو واحد على واحد سريع ويقدر يعدي ويلعب على الخطوط هو تملي مايه اللجوم طيب خالد عم فتاح كمان مش في الناحية الهجومية مش عالي اوي بامكانيات هاني هو اه سريع وبيحاول يطلع لكنه مش مثلا في الكرات العرضية مفيش الاتقان اوي يعني هتبقى فيها ممكن ممكن تعمل بعض الخلل انا بتكلم ناحية الفنية لكن الاتنين اللي عيبك وياسينو قدروا يلعبوا نفس الشيء محمد اشرف قاله كتير ما بلعبش فعلي معلولي دور معين في النواحي الهجومية اشرف بيهاجم كويس بس النواحي الدفاعية يبقى عايز فيها تركيز نجي بقى النقطة اللي هتبقى فيها مشكلة شوية الخماسي اللي هو في نص الملعب في الارتداد الدفاعي هي دي النقطة هيبقى فيه عبء كبير جدا نهاردة على إليو ديانج جنبه عمر السلية عمر السلية كمان ساعات بياخد النواحي الهجومية قندوسي ما عندوش دي قوي النواحي الدفاعية ولا قابش عندو دي قوي ممكن بيرجعوا في الأماكن لكن حمد ناجل أقرأ بقويسام اه مش بنفس يعني مش بيرجعوها بنفس الشراسة اللي بيقى فيها حمد فتحي او مروان عطية نفس الشيء حتى أحمد عبدالقاد فهدي اللي ممكن تعمل خلل شوية لكن النادي الأهلي بهذا التشكيل برضو قادر انه يكسب بعدين الراجل حاتت برا فيه برضو لعبة زي كهرابة منعم منعم زي الناس ممكن تغير في شكل اللقاء صحيح بالنسبة لعماد أصلا طبيعته هو متحفز طبيعة يتلعب عماد يو في الجين صح فكمان مع النادي الأهلي وفي الموقف الصعب اللي هو فيه فانا اعتقد انه اللقاء بيبقى مقفول جدا وواضح ان هو حاطي التلاتة في قلب الدفاع اللي هو محمد فتح الله ومحمد سمير وعمال ده موم اربعة واحمد زولا يبقى باك يمين واحمد متعب باك شمال فهيبقى خمسة اربعة واحد وهيستنى هجمة مرتدة على اسلام محارب ومحمود وادي ضربة سابتة ركنية او فاول فمطش هيبقى متكتف فمحتاجة تحركات كتيرة جدا من الرباع اللي بتوع الاهل الأمامي يعني هو عبدالقادر وقفشة وقندوس وشريف صح كابتن عادل رأيك تشكيل فرقتين طيب خلينا نروح للأهل بسرعة كده والنجاح بتاع كولر في انه عمل مجموعة كبيرة قوي من الاساسيين يعني احنا خلينا نتكلم على التشكيل اللي احنا شايفينه اللي احنا محطوط مثلا ماشا التشكيل المتواجد فيه متولي وياسر والسلية والديان والمحمد شريف واحمد عبدالقادر دولم اساسيين مية في المعين طب فيه ثلاثة احتياطي اساسيين برضو اللي هو الكندوسي وقفشة وخالد اما الاتنين الصغيرين مصطفى شبير ومحمد اشرب دولم اللي محتاجين اثبات الزيت انت فهمني يعني انت بتتكلم على ظروف مش يعني ظروف مش صعبة بزائد فيه هاني ومنعم وحمدي ومروان وكهرباء والشحات وتاو والشناوي يعني دي كمان ناس كاساسيين سبعتين فانت بتتكلم على النادي الاهلي اكبر مكسب انت بتتكلم في دلوقتي انك انت ما عندكش اساسي واحتياطي حتى من وجهة نظر مستر كولو بدليل بدليل انه مثلا بيلعب اللعيب على طوله هو بس لجأ في الاخر في اخر خطوات الفاينال اللي انت اخر مطشين داو اللي جاي عشان فيه ضغط لجأ للراحة لكن هم كانش بيرايح وكان بيلعب لانه هو متأكد من السبعتاشر اللعب لكن لو نرجع للتشكيل والحتة التكتيكية التغيير الطريقة زي ما اتكلمنا فيها دي بتيجي من سمات الوصفات اللعيب يعني القندوز اللي بيلعب ناحية اليمين ما بيلعبش على الخط لانه هو نفسه ما يقدرش لعبها في خط لانه ما عندوش السرعات اللي سبرينتات اللي بيقدر يعملها فبيلعبها بطريقة انه هو ممكن ينزل كتالت في وسط الملعب اما التغير بتاع عبدالقادر هيبقى زي ما هو التغير بتاع محمد شريف ومجد أفشا في التكملة دي رقم واحد الحتة المهمة اللي احنا نشوفها النهاردة من عمر السولية مع أليو ديانجي ودي يمكن تنفعنا كمان قدام ان عمر السولية هي التزم شوية بالنواحة الدفاعية في نص الملعب لانه مش معقول انه هيسيب أليو ديانجي الواحده ليه لانه في حاجة مهمة جدا عندك احمد القندوسي ديانجي احمد عبدالقادر اللي ينزل لان نحية التانية ورى احمد عبدالقادر المحمد «اشرف» لعيب صغير في السن فيجب ان هو بيسابش كويس فيجب ان السلية ومحمود متولي اللي هو بيلعب سرد بك ناحية الشمال يميلوا على kehty عليه آتزال عنه من اللاعيب الذي هو هجوميا أفضل من دفاعيه فانت محتاج قليو ديانجي يغطي في الحتة دي يبقى انت مش تقدر تستغنى عن عمر السلياف وسط الملعب يسيب قليو ديانجي في القلب فلو شافه في القلب ومش يعرف يغطي خطوط ومطرها تبقى كبيرة انه يروح يغطي ناحية الشمال ومطرها تبقى كبيرة انه يروح يغطي ناحية دي فلازم الاتنين يتقاسموا الحتة دي الحتة الهجومية ما عندكش انت فيها مشكلة عندك مجد قفشو عندك الكندوس وعندك شريف وعندك عبدالقادر يقدروا يشتغلها هي بس النهاردة اللي هيبقى فيه تغيرات الناس القاضبين من الخلف من تحت من ناحية الباك رايت وباك لفت مش عندهم يمكن خالد عنده الجراء اكتر لكن انت متعود طول الوقت من علي معلول انه هو يبقى طرفي الشمال لكن انت مش تاخد من محمد اشرف دي 100% وانا كمان بقول انه هو ما يبدأش بيها يبقى متوسط يعني متوسط الحال بلاش يدي كل الواجبات بتاع الهجومية خليه يبقى عنده التزان شوية علشان الحتة بتاعت نص الملعب هي لا تشيل وفي الاخر عاو استقرار المباراة لا 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 اتفضل حتت بس فرقة الجيش النهاردة فرقة الجيش النهاردة صعوبة المباراة في الجون الاولاني لو ربنا اقرم وجبت الجون بسرعة هتفتح المباراة صحيح طيب نروح نشوف تقرير عن مبارات اليوم ونرجع لحالاتكم مرة اخرى مرحب بيكم مرة تانية اعزائي المشاهدين وكابتن عادر خلص كابتن احمد بلال تشكيل فرقتين والسيناريو المتوقع السيناريو المتوقع لا لا انا مسامح ليه مسامح مسامح كالعادة كابتن بلال السيناريو متوقع على مشروط الاول في ضوء التشكيل بتاع الفرقتين وطريق اللعب طبعا 4 2 3 1 ضد مش عارف اقولك ايه اه بس خد بالك سبعة ثلاثة هو فيه حاجة برضو مهمة جدة في ماتش النهاردة تحديدا انت برضو الفرقة اللي قدامك امكانياتها وقدراتها ومقافها في جدر الترتيب وعدد الاهداف اللي ده اللي سجلت وعدد اللي دخل فيها يعني انت النهاردة برضو كمدير فاني ما بتاخدش القرار ده الا بناء على انك شفت الفرقة اللي قدامك بتشتغل ازاي بس الماتش صعب طلعي ما انا هقولك او طلعي الجيش ثاني اقطع فقط ادفاع خد بالك او طلعا طلعي الجيش النهاردة اكيد اعتقد من وجهة نظر الشخصية انه هيلعب النقطة افضل من اي شيء النهاردة يعني حساباتها مدني الحاس النهاردة على موقفه في جدر الترتيب فالنهاردة هيشتغل انه خلص هيقفل على العيب تنلق مش هيدي مسحات اولا لو ادي مسحاته وعارف ان الخط الامامي للآلي كله سرعات يعني عندهم سرعات ولعيبة عندهم هارة تقدر تسجل تقدر تستغل فرص تقدر كمان تخلق فرص ودي نقطة الاهمة المهمة جدا بالنسبة لعماد النحاس انه هشتغل هاقفل ازاي نهاردة انا وانا بدور النهاردة بدور هاقفل ازاي رقم واحد خد بالك فهو النهاردة هيشتغل انه هاقفل ازاي على لعيب ترنادي لالي في الخط الامامي هشتغل زون ديفنس منص ملعب هضغط ولا هلعب مكاني اثبت اللعيبة ولا هشتغل مانتو 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 فيه النهاردة هتبقى مباراة دفاعية كبيرة من فرق من هماد النحاس من طلع الجيش النهاردة الالي كالعادة النهاردة مع تغير حتى اللعيبة كمان هم كمان طلع الجيش هيديك فرصة انك تتقدم يعني انا كمان تتكلم محمد عشرف طب هيزيده لا لا هيستنى خليد انا فتاح لا هو طبية الحال النهاردة طلع الجيش هيديك الفرصة انك تشتغل انه هيستنىك فرصة ملعبه فبالتالي انت هتبقى متقدم دايما هتشتغل بقى ازاي دي حتة المهارة والفكر بتاع اللعيبة محمد عشرف غيرت شوية علي معلول علي بيكمل وبيروح لحد خطة سيكس يارد هل اشرف هيشتغل النهاردة كده ولا مثلا ممكن من على خطة 18 يبتدي اعمل الكورسات اللعيبة النهاردة هتشتغل ازاي في ملعب لعيبة النادي القالي النهاردة عليهم ان هم يستغلوا المهارات الفردية بتاعيش النهاردة مباراة لاستغلال المهارات الفردية ومباراة للسرعة لما تجيلك فرصة انك تلعب بسرعة لازم تلعب بسرعة لانك مش هتقدر تخترق دفاع متكتل الا بالسرعة والمهارة يعني تدربهم بسرعة وتدربهم بمهار والتحركات السريعة جدا جدا الدبل باس النهاردة هيفرق الشوت النهاردة والتصويف من بعيد ممكن يجي لك فرص كتيرة النهاردة انك تصويف من بعيد السلية بيجيد الحتة دي بشكل كويس يعني أليو ديانج في بعض الأحيان برضو بيشتغل القندوسي برضو بيشوت النهاردة فالنهاردة استغلال أنصف الفرص حقيقي أنصف فرص السرعة النهاردة مطلوبة جدا 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 المهارة مطلوبة شكل كبير جدا كل التوفيق النادي إن شاء الله تحيي الفوز هنروح لفاصل ونرجى لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت الأول انتظرو